وفيما يتعلق بقطاع البناء أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن اشتراطات البناء على مستويات مختلفة ليس هدفها أدية المواطن أو التضييق عليه كما شدد السيد الرئيس على أهمية دور البرلمان في مساعدة الدولة فيما تفعله النقطة موجودة وعليها نقاش كتير وجدل دلوقتي ليه اشتراطات البناء دكتور مصطفى وأنا بس عايز أقول الرابط بين الاثنين بيدي صورة للناس ليه احنا كدولة واخدين إجراءات قد تكون من وجهة نظرهم قاسي عليهم أو حتى حتخسرهم مش كده طيب أنا بس بقول يعني لو أنا حطيت دي جنب أول صورة أنت جبتها دكتور عاصم نرجع أول صورة أول صورة بس خالص أول واحدة لا اللي بعدها ما فضلك أو اللي قبلها لا لا الكتلة السكنية بعديها لو صحيح بعديها بعديها بس هنا طيب أنا عايز أقول لكم على حق لو واحد عنده حتتطار دفاطية هنا أنا بقول لكل المصطين اللي بيسمعوني دلوقتي أنا خليه ابني تاني أنا بس عايز أنتوا تقولوا بحكم مش هقول بمنطقة عادي جدا لو حدي فينا حيثة أرض فاضية أقدر أخليه ابني حول جات علي مش كده دكتور صحيح يعني ده اللي حيقوله إش معننا طيب لو جيت قلت له طيب ماشي ممكن أخليك تطلع دورين يقول لي طيب إش معننا فيه اللي جنب يطلع عشرة دوار إش معننا لو إحنا تفكرنا دايما عن إحنا إش معننا يبقى عمرنا ما حنغير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر